تبحث فرق الإنقاذ قبلة السواحي اليونانية عن ناجين بعد حادث غرق قارب أودى بحياة 79 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال وهم محاصرون داخل عنبر القارب الذي كان مكدسا بحمولة زائدة وأشار التقارير لأن ما بين 400 و 750 شخصا كانوا مكدسين على متن قارب للصيد انقلب وغارق في منطقة مياه عميقة على بعد نحو 80 كم من بلدة بيلوس الصحلية جنوبي اليونان في وقت مبكر من يوم الأربعة وأشارت السلطة اليونانية أن الركاب كانوا مكدسين على ظهر القارب الذي بدأ يترنح رافضين مرارا المساعدة التي عرضتها سفينة لخفر السواحي اليونانية كانت تتابعهم عن قرب قائلين أنهم يرغبون في الوصول إلى إيطاليا مؤكدة نقل 104 ناجين إلى الساحل